افتتح وزير التنمية المحلية محمود شعروي وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية شوق علام مسجد السيدة خديجة بنت خويلد بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة من جانبه أكد وزير الأوقاف على وجود نقلة نوعية بعدد المساجد التي يتم افتتاحها سواء من حيث الانشاء الجديد أو الإحلال والتجديد والترميم مشيرا إلى افتتاح 89 مسجدا اليوم على مستوى الجمهورية من بينها 74 مسجدا جديدا من جانبه أوضح محافظة الجيزة أن افتتاح المسجد يأتي في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومية مؤكدا اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري